اشتركوا في القناة سوف تسيطر على كل من لعبات بوب جي موبايل ولعبات فورتنايت موبايل في سنة 2019 أي بمعنى في هذه السنة الجارية لماذا إخواني لأنه سوف تحصل على طور البطر رويل وكما يعلم الجميع أنه حتى لعبات فورتنايت ولعبات بوب جي موبايل بها هذه الأطوار ولكن لماذا هذه اللعبة سوف تسيطر علىها لأنه الجودة وكيفية اللعب واقعية بشكل كبير جدا يعني حتى أنه كما تعلمون لعبات بوب جي موبايل هي الأكثر ميولا إلى الواقع ولكن هذه اللعبة أكثر حتى من ناحية الجرافيك من ناحية التوافق الأجهزة من كل شيء يعني من كل النواحي هذه اللعبة رهيبة جدا والكل الكل منتظر في هذه اللعبة بشكل كبير جدا إخواني وأنا شخصيا يعني جربت كل النسخة الخاصة بهذه اللعبة ومتحمس بشكل كبير إلى أن تطرح النسخة الرسمية أيضا إخواني حتى نتطرق إلى موضوع تاريخ النشر والطرح لهذه النسخة والنسخة الرسمية فأكيد إخواني يعني شاركت معكم كل من النسخة الصينية والنسخة الإنجليزية يعني حتى لما كانت بنسخة تجريبية أي بمعنى لما كانت أتت النسخة الإنجليزية بنسخة ألفا والصينية لما أتت بنسخة بيطا ويعني حتى أن التعديل كان على النسخة الصينية كان أفضل وكما تشاهدون معي حاليا يعني من ناحية الجودة من ناحية تغيير وتعديل الألوان الأسلحة يعني كل شيء تغير بشكل كبير وحتى أنهم قاموا بإضافة ماب جديد ماب الصحراء كما أخبرتكم سلفا وزيس ماب كما يدعى الواحة يعني قاموا بإضافته أيضا في النسخة الصينية وفي نسخة البيطا أيضا هناك ماب جديد سوف يضاف رسميا وهو ماب عبارة عن مطار سوف يضاف أيضا إلى هذه النسخة يعني بعد الطلح الرسمي وأتمنى أن يكون طلح رسمي مباشرة يعني ألا تكون هناك نسخة أخرى تجريبية لأنه متابع كل كبيرة وصغيرة تخص هذه اللعبة أيضا إخواني بالنسبة حتى لسكينات الأسلحة حاليا هي التي تم التطرق إليها أما بالنسبة للألبسة فحاليا لا جديد ولكن أتوقع بشكل كبير أنها سوف تكون أيضا بالنسبة لمنظور الشخص الأول ومنظور الشخص الثالث فكما تعلمون بعد الطلح يعني للنسختين التجريبيتين كان بنفس الشكل كما تشاهدون معي منظور الشخص الأول يعني بمعنى أما بالنسبة لمنظور الشخص الثالث فحاليا متوفر إلا لما تشاهد يعني خويك يعني صديقك لما يكون يلعب فيمكنك مشاهدته بمنظور الشخص الأول أو بمنظور الشخص الثالث يعني سوف أشارك معكم كل ما تودون وكل ما تودون معرفته عن هذه النسخة وعن هذه اللعبة أيضا إخواني بالنسبة لأجهزة التحميل فمن المتوقع ومن الشكل كبير جدا أن هذه اللعبة سوف تدعم معظم الأجهزة وحتى لو كانت ضعيفة ولكن يبقى فقط الشيء المهم أنه يعني الجودة التي يجب أن تشغل بها هذه اللعبة فأكيد إن كان الرغم الخاص بجهازك ضعيف فلا تحاول يعني تشغيل اللعبة على أعلى جودة لأنه سوف يكون معك لالج بشكل طبيعي وهذا يجب أن تتقبلها طبعا أما بالنسبة إن كان جهازك قوي نوعا ما فيمكنك تشغيل اللعبة يعني حتى ليكون قوي جدا يعني متوسط إذا كان أداء جهازك متوسط يمكنك تشغيل اللعبة على أعلى جودة أيضا والاستمتاع بها بشكل كبير جدا إخواني أيضا بالنسبة لماب البطر رويل الذي سوف يضع في إخواني فكما تشاهدون معي هذه الصورة يعني هذا التسريب الذي قال أنه هذا الماب سوف يكون في طور البطر رويل وحاليا هم يقومون بتجربة الماب الخاص بطور البطر رويل ولكن يخص المطورين وسوف يكون هناك أيضا مئة لعب في هذا الطور يعني لن يكون أقل من مئة لعب لأنه في السابق ذكروا أنه سوف تكون إما مئة لعب أو تكون ثمانية وعشرون لعب ولكن يعني في نهاية الأمر يتفقوا على أن يكون هناك مئة لعب المهم إخواني يعني كل جديد عن هذه اللعبة سوف أشاركه معكم مباشرة فقط أتمنى من صميم القلب أنه أي شخص يستفيد من أي شرحة ومن أي فيديو أن لا يبقى علي بالضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو يعني حتى نحاول من يعني إصال الفكرة لكل شخص يبحث عن هذه اللعبة أيضا إخواني بالنسبة للجودة التي تخص هذه اللعبة ومن ناحية الفريمات أيضا إخواني سوف تكون يعني مئة وعشرون اف بي اس متوفرة ولكن هاد يعني المئة وعشرون سوف تكون فقط للأجهزة القوية بالنسبة للثلاثون اف بي اس والستون اف بي اس فسوف تكون متوفرة لمعظم الأجهزة يعني أحاول إخواني أن أتذكر كل شيء حتى أشاركه معكم يعني حتى لا أجد أي سؤال يطرح عن هذه النسخة لأنه يعني كل مرة أجد تساؤلات عدة تخص هذه اللعبة فإخواني أتمنى من أي شخص يعني لديه أي سؤال أو أي إشكال من حيث هذه اللعبة أن يتركه في التعليقات وسوف أحاول الرد عليه قدر التعليقات يعني قدر المستطع وأحاول إفادة تكون قدر المستطع إخواني إلى هنا سوف أتركه مع بقيس هذا الفيديو يعني حتى تشاهدون أفضل الخرائط الموجودة وأفضل المباط الموجودة في هذه اللعبة حاليا والمتوفرة حاليا أيضا إخواني فإلى هنا أقول لكم دمت في علاية الله وحفظه أتمنى من أي شخص استفاد من هذا الفيديو أتمنى وأتمنى من صميم القلب أن لا يبخل عليه بمشاركته وأن لا يبخل عليه بالضغط على زر اللايك والاستراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يتوصل بكل جديد الفيديوهات بالنسبة لروابط التحميل أيضا إخواني سوف أجعل لكم روابط تحميل كل من نسخة لعبة فورتنايت ولعبة فوب جي موبايل وبالنسبة لهذه اللعبة إخواني فسوف أجعل لكم فقط روابط التسجيل لأنه حاليا تم غل النسخة فدومتم في علاية الله وحفظه وفرجه ممتعا ما بقيس هذا الفيديو وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اضع الان اضع الان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة